السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن دماء النصحات التي ستقابلها كثير جدا سواء شغال بالبيم أو مشغال بالبيم هو مصطلح الـ LOD الـ Level of Detail أو Level of Development Level of Detail درجة التفاصيل و Level of Development تطور التفاصيل فنقدر نقول أن Level of Detail هي هيا هيا Level of Development بس بيضاف لها Level of Information يعني Level of Development بتساوي Level of Detail زائد Level of Information بدخل البعلومات جوه العنصر فأنا عندي فيه LOD 100 و LOD 200 و LOD 300 و LOD 400 و LOD 500 ده حسب الكود الأمريكي البريطاني بيبقى LOD 100 بواحد LOD 2 LOD 3 LOD 5 في LOD 100 ده بيبقى مجرد بس أن أنا بقول فيه حاجة هنا غير مقول مقاس كام يعني بقول إن فيه هنا عمود بس كام في كام؟ لو سمحت ما تفتحش لوحة الـ AutoCAD وتقسم منها لا أعرف إن فيه بس هنا عمود دي الفكرة أنا ببدأ أبعد تصميم معين للجهة اللي هتوافق أو المالك بحسي لو هو مفع عليها هتطورها وأبدأ أدخل فيها تفاصيل وأبدأ أكمل عليها اللي هو معترض عليها أصلا يبقى ما نفعش نكمل عليها ولازم أعدل التصميم على حسب اكتراحاته وحسب ما هو عيس لأن هو المالك وهو اللي دافع الفلوس هو مفروض اللي هيعيش في المكان دوت أو هو اللي هيشغل المكان دوت أو هو اللي يبيع المكان دوت فهو المسؤول عنه وهو الأدرى بالشغل اللي في اللو دي متين ببدأ أحط بعض المأسات وبعض التفاصيل البسيطة و اللو دي 300 بضيف بعض الفاكشن بضيف بعض الاوشنز اللو دي 400 ده خلاص هينفع نشتغل بيه فلازم يكون فيه التفاصيل كلها اللو دي 500 ده فده ببقى فيه معلومات الشراء ومعلومات كل مرة بنزود ما بنطرحش يعني في كل اللو دي بأخذ اللي قبليه وزود عليه بأخذ اللي قبليه وزود عليه اللو دي 500 ده خلاص اللي هو اللي تنفس فعلا ففيه كل المعلومات والتاريخ الشراء والشخص اللي اشترانا منه والضمان وكل حاجة اه لو انت بتعمل بمكستشن بلان بشلازم بتوعه تكتب كل التفاصيل بتاعت شرح اللو دي والأرقام وكل العنصر هتعمل ازاي لا ممكن تكتب بس ان احنا لو اختلفنا هنرجع لكود من ضمن الكود الكويسة هتلاقي pinform.org شرطة LOD ده هتلاقي فيه معلومات كويسة جدا على موضوع LOD أو LOD بيطنون فيه هنا كرسي بعد كده بنبدأ نضيف المقاسات بعد كده بنبدأ نضيف المقاسات بعد كده بنضيف بعض المعلومات بعض المعلومات اكتر وبعد كده نحط الحاجة اللي احنا اشتريناها بكل التفاصيل بالسبلاير بكل بنبدأ كل مرة بنضيف تفاصيل هنا مثلا بنقول فيه هنا عمود بدون نخش في تفاصيل بعد كده بنبدأ نحط شكل العمود بعد كده بنبدأ تفاصيل اكتر بعد كده تسليق اهوه هكذا لحد ما نعمل المبنى بكل التفاصيل اللي فيه تفاصيل اكتر تفاصيل اكتر تفاصيل اكتر زي ما احنا نشتغل حد ما نوصل لاخر حاجة اللي يكون فيها كل المعلومات هنا انت فيه معلومات قليلة بزود عليها لحد ما تبقى فيها كل المعلومات اللي احنا نشغل بها اللي سنقوم باللو دي أيضا نقوم بالتفاصيل لا يوجد تصميم بس فيه افكار في خطوط عامة اسكماتيك دزاين ده اللي هو اللو دي 2 بعدكد نتوّر ديزاين تفاصيل للو دي 310 ده لالو دي 350 التفاصيل لأزبلاد الهو دي 400 بعدكده الاسبلت اللي هو اللو دي 500 ده في كل المعلومات اللي الفعل حقيقة لي المشروع خلينا نشوف الكود بتاع LOD ده هو الكود ده بيبقى عبارة عن ايه كل عنصر بيقول ان العنصر دوت في LOD 100 هيبقى في كزا LOD 200 هيبقى في كزا LOD 300 هيبقى في كزا وهكزا تمام يعني خلينا نمسك مسلا اي عنصر كده يقول لك مسلا ان العنصر في الهني ده في المية كزا 200 كزا 300 كزا الربع مية هنزود عليه الخصمية هنزود عليه مثلا هنا ال LOD 100 هيبقى في ال 200 هيبقى بالشكل دوت هنا لازم نضيف بعض المعلمات الاكتر ال 350 فيه هنضيف مثلا البلد سايز البرينج ستيج فلولف المشروع مثلا واتفقنا ان احنا التسليمة دي هتبقى متهين فهنبدأ شوف ال 200 في العنصر دوت هل فعلا مفروض يحط دايمينشن هل مفروض يحط السببورت هل مفروض يحط ديتيلز اللي هو حوال لا فكل العناصر بنبدأ نرجع لل LOD تمام فبدلا مناخد الكلام ده كل ما نكتبه لا ده نقول له مثلا نرجع للكود ده ايا كان الكود اللي احنا نرجع له بنلاقي فيه التفاصيل مثلا الستيرز مثلا هيبقى عمل ازاي ده مثلا في ال LOD 100 هيبقى فيه مثلا معلومات عامة في الميتين هنبدأ ان نكون الشكل بترادية بعدك هنضيف بعض التفاصيل رايزر هاي وهكذا في ال 300 350 هيبقى بشكل دوت بفيه تفاصيل اكتر ال 400 وهكذا اشتركوا في القناة جديد هكذا